تحية طيبة مشاهدين وأهلا بكم إلى موجة أخبار الآن أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بتعرض مناطق في أرياف حما وحمص ودرعة المشمولة باتفاق إستانا لوقت لقصف عنيف من قبل قوات الأسد وضف المرصد أن قوات الأسد فتحت نيران رشاشاتها الثقيلة ومدفعيتها على أطراف حي برزة شرقي دمشق ماد إلى قتل شخص واحد على الأقل هذا وأكدت مصادر صحفية اندلاع اشتباكات بين قوات الأسد وبين فصائل المعارضة في شرق العاصمة دمشق وغربها ذكرت صحيفة البوابة نيوز العراقية نقلا عما أسمته مصادر من المواقع المتطرفة السرية تابعة لداعش عن اختفاء زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي واضحة أن معظم أفراده لا يعلمون مكانه الحقيقي حتى الآن وأكدت الصحيفة نقلا عن مصادرها خروج البغدادي من العراق مستدلة بتصريحات صادرة عن التحالف الدولي مؤخرا تؤكد عدم قدرتها تحديد مكان أبو بكر البغدادي حاليا قال مستشار الأمن القومي الأمريكي هيربرت ماكس ماكت إن الرئيس دونالد ترامب لم يتخذ بعد قرارا حول احتمال زيادة عدد القوات الأمريكية في أفغانستان وكانت تقارير أفادت بأن الولايات المتحدة تدرس زيادة حجم قواتها في أفغانستان بما يصل إلى نحو خمسة ألاف جندي ويوجد حاليا أكثر من ثمانية ألاف جندي أمريكي في البلاد بعثت لجنة برلمانية في كوريا الشمالية رسالة إلى مجلس النواب الأمريكي تحتج فيها على العقوبات المشددة التي صادق عليها ما اعتبره كثيرون أمرا نادر الحدوث وكان الكونغرس الأمريكي قد صوت بالأغلبية في الرابع من الشهر الجاري لصالح فرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية تستهدف قطاع الشحن البحري فيها والشركات التي تتعامل معها أعلنت واشنطن وبكين اتفاقا لاستئناف الصادرات الأمريكية من لحوم الأبقار والغاز الطبيعي إلى الصين بالإضافة إلى رفع القيود عن شركات خدمات مالية أمريكية وينص الاتفاق على رفع الصين حظرا مستمر منذ ثالث منذ ثلاثة عشر عاما على وارداتها من لحوم الأبقار الأمريكية بحلول السادس عشر من شهر تموز يوليو المقبل وعلى أن يتاح للشركات الصينية شراء الغاز الطبيعي من الولايات المتحدة أعلنت منظمة صحة العالمية ظهور وباء الحمى النسفية إيبولا في شمال شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية بعد وفاة ثلاثة أشخاص جراء المرض منذ الثاني والعشرين من شهر أبريل نيسان الماضي وقالت المنظمة في بيان لها إن الوباء ينتشر في منطقة غابات استوائية في ولاية باوليو المحاذية لجمهورية أفريقيا الوسطى نهاية الموجز في أمان الله